موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات في سورة البقرة بيقول كده ويقتلون النبيين بغير حق أو بغير الحق إذا هو المفروض أن النبيين يتقتلوا بالحق ده كلام كان على اليهود طب مين النبيين اللي تقتلوا بغير الحق يريد نعرف الكلام ده من الأخ مالك أهلا بك أخ مالك أهلا بك أخي فرحة فعلا متما خبرت لمشاهد في سورة البقرة الآية واحد وستين بتقول الآية ويقتلون النبيين بغير حق رحنا على التفاسير لنشوف من هم النبيين الذين قتلوا بحق أو بغير حق المفسرين ليس لديهم أسماء أبدا لا حق ولا بغير حق فقط لدينا اسم واحد زكري الجلالين يقول أن منهم يوحنى المعمدان أو يقول يحيى بن زكري أيوحنى المعمدان تخيلي أنه في خلط تاريخي يعني الآية تتوجه اتهاما لليهود هذا الاتهام لا يمكن إثباته لأنه حقيقة لم يحدث أساسا فمن جهة أولا أنه فيه عملية تزييف للحقيقة التاريخية أخي مالك لما يقول يقتلون النبيين بغير الحق يبقى المفروض عندهم كذا نبي اتقتل نعم لكن هما ما بيسردوش على شخص واحد إزاي فين الضقة بأنه يقول نبيين وهو نبي واحد بحسب المصادر الإسلامية طبعا طبعا وهو تحريف حتى يوحنى المعمدان ما كان معاصر لموسى الفترة اللي عم تتحدث عنه بالزبط كده حتى أساسا فيه تحريف سواء على الصعيد الآي أو التحريف والتيامات المجحفة حتى على الصعيد التفاسير أيو يبقى مين النبيين اللي اتقتلوا في عصر موسى لا بحق ولا بغير حق المصادر لا تعرف على فرض ذكرت المصادر أسماء النبيين فهي اتهام مجحف لأنه لا يوجد مقابله في التاريخ يعني تصرفات مشابهة قاموا بها اليهود أولا ثانيا الآية بحث ذاته متما تتفضلتي في المداخل أنه يعني كيف يقتل نبي بحق أو بغير حق في حال يعني قلنا ويقتلون النبيين بغير حق كان فيه احتمال أنه سمت قتلا للنبيين بحق هذا التناقض مضحك الشخص اللي بيقرأه بواعي رح يلا يحاله أنه ما له فهمان الآية شو تقصد فسلينا جردين على المفسرين عسى ولعلا يقدموا لنا تفسير شافي لاحظنا أنه ولا مفسر يعني حاولي يقرب على هالناحية باستثناء كتاب المحرر الوجيز بيقول على شكل التالي بغير الحق تعظيم للشنع والزنب الذي أتوه ومعلوم أنه لا يقتل نبيهم بحق ولكن من حيث قد يتخيل متخيل لذلك وجهان هذا الأمر عشان فصرح قولي بغير الحق عن شنع الزنب ووضوحه بصراحة أنا قررت الجملة مرتين وثلاثة الأفهم يعني شو يقصد بها ومعلوم أنه لا يقتل نبيهم بحق ولكن من حيث قد يتخيل متخيل لذلك لذلك وجهان تقريبا يعني ما وصل لنتيجة فكأنه يعني أخذنا وغرقنا في بحار اللغة هو غرقنا ليه تفتكر لأنه عنده مشكلة لأن فيه مشكلة أولا فين النبيين اللي تقتلوا أيام موسى دي نمرة واحد وإذا كانوا ذكروا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا ما كانش أيام موسى طبعا وإذا كان هو يحيى بن زكريا بس يبقى جمع نبيين ليه يعني شخصي بيرمي تهم على الناس علشان يحشد الكراهية ضدهم هاي نقطة ونقطة تانية كمان حتى لما بيحشد الكراهية ضدهم هو بيحشدها بطريقة سازجي يعني كان يكفي أن يتهمهم بقتل النبيين هذا بحذة اتهام كافي للتحريض ولكن يضيف للتحريض جمع تتسم يعني بالسازج اللغوية بغير حق أنت تقتل بريئا بغير حق تخيل يعني بالضبط دي نقطة طب وليه ما يتقلش من قسين ويقتل النبيين ويقتلوا النبيين بغير حق يقصد المسيح عيسى ويحيى ابن زكريا فعلى أقل ستبقى شكلها كويس أنها جاية مع النبيين مش واحد بس ولا دي ستحطه في مأزق إضافي إضافي بأن لا وما صلبوه وما قتلوه نعم لكن شبه لهم فهنا في أخي المشاهد في مأزق في القرآن أرجوكم فكروا فيه وتعالوا نشوف في فقرة جديدة من قرآنيات شكرا أخي موسيقى 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 موسيقى